اهلا بكم إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصف قرآني مناسب لكتاب الله وهو الوصف الذي يؤمن به أتباع أي دين لنصوصهم المقدسة لكنه لن يكون مناسبا أو مقبولا بأي حال من الأحوال أعلى عمل بشري حتى ولو كان مؤسسة صحفية عريقة ومشهود لها بالمهنية والحرفية على مدار تاريخها الممتد الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت قرارا بتعريق أي تعاون إعلامي مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حتى شعار آخر بسبب التقرير الذي أذعته وأتاحته المؤسسة الإنجليزية لجمهور المملكة المتحدة حصرا وأتاحت فقط نصفه عبر موقع يوتيوب وتضمن مغالطات حول الشأن المصري خصوصا ما يتعلق بالفتاة زبيدة التي إدعت والدتها في الفيلم أن الأمنة المصرية أخفاها قصريا فيما ظهرت زبيدة بنفسها بعد ذلك وقالت إنها تعيش حرة وإنها متزوجة ووضعت مولودها قبل أسابيع كيف يمكن للمواطن أن يواجه الأكاذيب بنفسه؟ كيف يمكن أن نواجه أشائعات التي نتوقع انتشارها بكثافة في الفترة المقبلة؟ وما دور الدولة في ذلك؟ نحاول الإكابة على هذه الأسئلة ولكن بعد هذا العرض نتابع أهلا بكم اسمحوا لي أن نرحب بضيفي الكريم الأستاذ عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة المصرية السابق أهلا بك أستاذ العزيز طبعا الإذاعي الكبير أستاذ عبد الرحمن رشاد أهلا بك وأنا سعيد بوجودي معك مذيعا متميزا أنا شفت اللقطة السابقة أو الضيف السابق وكنت محاورا جيدا ومتميزا أشكرك أستاذ عبد الرحمن أهلا بك بداية البي بي سي هذا الاسم الكبير هل هناك ما يمنع أن تقع في أخطاء مهنية؟ لا 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 كل المؤسسات الإعلامية من الممكن أن تقع في أخطاء مهنية ولكن لما تقع في هذه الأخطاء المهنية؟ وأيضا ما نتائج هذه الأخطاء المهنية؟ وهل هناك سبب سياسي لهذه الأخطاء المهنية؟ البي بي سي لو تأملت علاقتها التاريخية بمصر أولا إنشاء البي بي سي لكي ندي مقدمة تاريخية لإنشاءها هي هيئة إذاعية وصحفية تابعة لوزارة المستعمرات البريطانية يعني منذ نشأتها في أواصل العشرينيات أو قبل ذلك بسنوات هي تابعة لوزارة المستعمرات البريطانية وبالتالي هي تعبر وتعكس السياسة الخارجية لبريطانيا العظمة طبعا بريطانيا العظمة لا تنسى لمصر مصر الثورة ثورة 52 وحتى الآن أن مصر هي أول من أمسك معوى الهدم في هذه الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس حركة التحرر آه وبالتالي أنا يعني واحد من جيل الإعلاميين اللي شايف كل مواقف الهيئة الإذاع البريطانية منذ منتصف الخمسينيات وحتى الآن مواقف منحازة وليست موضوعية تجاه الشأن المصري كما قلت يعني عام 56 طبعا العدوان الثلاثي على مصر كانت منحازة ولكن في الخمسينيات والستينيات كانت لدينا في الإعلام مدفعية ثقيلة ترد على هيئة الإذاع البريطانية ابتسمت أنت الآن جيد هذا التعبير آه هذه المدفعية الثقيلة كانت متمثلة في صوت العرب نعم وكانت متمثلة في إذاعات موجهة تتحدث الإنجليزية لتخاطب المستعمرين الذين تستعمرهم بريطانيا في أفريقيا وفي آسيا الإذاعات الموجهة صوت العرب طبعا كان يتحدث العربية وينقل السياسة الخارجية المصرية تجاه العالم العربي نعم وبالتالي كان بيرد على كل ما تنشر هيئة الإذاع البريطانية الحقيقة هي كما قلت أنت هي هيئة تتمتع بمهنية ما في الشك لها تاريخ في الإعلام ولها تاريخ في المهنية ولها تاريخ في الأداء وهيئة تضم أكثر من ثلاثين لغة تتحدث بها إلى مختلف دول العالم وبالتالي لها مهنية وتختار كوادرها بشكل علمي وتدربهم بشكل علمي لكن الوقوع في الخطأ أنا أعتقد أنه خطأ مقصد أنا أعتقد أنه ليس خطأا مهنيا مصادفة كده خطأ مقصد لما؟ لأنه منذ ثورة الثلاثين من يونيو ومنذ رحيل الجماعة الإرهابية التي استقر كثير من كوادرها في لندن العاصمة البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية تنحو منحا ضد النظام في مصر الذي خرج من عبائد ثورة الثلاثين يونيو سواء في استخدام المصطلحات سواء في نشر أخبار المعارضين الإرهابيين الموجودين في لندن سواء في تناول الشأن المصري الداخلي هقول لك على سبيل المثال نحن مثلا في الإعلام المصري لا نستخدم كلمة الدولة الإسلامية على تنظيم داعش لعلك تلاحظ عندما تستمع البي بي سي هم يستخدمون هذا المصطلح هم في بداية ثورة الثلاثين يونيو أطلقوا على نجاح الثورة نجاح الانقلاب وبالتالي أنا أعتقد أن معالجات هيئة الإذاعة البريطانية للشأن المصري داخليا وخارجيا كان ينحو منحا غير حيادي وغير موضوع إذا عرقت على مجموعة من المواقف التاريخية للبريطانية نعم نعم إبان بناء السد العالي إبان العدوان الثلاثي إبان قرارات الرئيس عبد الناصر إبان الوحدة بين مصر وسوريا كانت كل مواقف هيئة الإذاعة البريطانية مواقف سلبية من مصر ويبدو أنه الضمير البريطاني أو الفكر الإنجليزي مازال متشبثا بفكر الدولة المستعمرة الدولة المستعمرة التي تحاول أيضا في الزراعة الإعلامية الخاصة بها أن لا تحاول أن تتخلى عن الانحياز للسياسة وإنت طبعا عارف أنه الإعلام جزء من السياسة الخارجية الإعلام كما المخابرات كما الدبلوماسية الإعلام مهم لكن الحقيقة أنت أشرت إلى قرار الهيئة الوطنية للإعلام بتعليق التعاون إحنا منذ سنوات كده ليست بعيدة فوتنا بهيئة الإذاعة البريطانية وبالتالي جاء مسؤولون لعقد عدد من الاتفاقات اتفاقات التدريب واتفاقات تبادل الخبرات وبالتالي كان لابد والحقيقة القرار جاء في وقته وجاء في أوانيه الحتمي كان لابد من تعليق التعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية أستاذ عبد الرحمن كيف ردت عليكم بي بي سي؟ البي بي سي على فكرة النهاردة في الأهرام مثلا البي بي سي على الموقعها قالت أنه سوف نناقش مع السلطات المصرية ما حدث بشأن تقرير الاختفاء القصري ولكن في نهاية الخبر أيضا أبت إلا أن تمارس نفس السلوك وقالت إيه؟ ولكننا نثق في مصداقية مراسلينها هل هو تمسك بالخطأ أم دفاع عن منتسبيها؟ لتنين تمسك بما لا يظنون أنه ليس خطأ ولكن يدافعون أيضا تمسك بما يظنونه صواب صواب نعم بالطبع وبالتالي الحقيقة أنا كنت أود ألا يكون الموقف الموقف المصري ليس موقف الدولة فقط وإنما موقف الإعلام المصري الإعلام المصري الحقيقة ليس إجراءا بوقف التدريب أو بوقف تنفيذ الاتفاقات وإنما أن يرد الإعلام المصري الإعلام المصري للأسف الشديد يحدث نفسه إعلام محلي أين الإعلام الدولي المصري؟ أنا أملك قناة كقناة النيل نايل تيفي تتحدث الإنجليزية والفرنسية لما لا أوجه عبرها رسائل المشاهد العربي أو المشاهد المصري الذي يعيش في إنجلترا وفي فرنسا وفي أوروبا لكن هذه القناة لابد أن تبث على قمر صناعي يصل بوجه النظر المصري الإعلام الداخل وفقط لدينا من الإمكانات ولدينا من الإعلام الإعلام داخل مصر وأنت قناة محترمة الحقيقة أدى دورة وضح الحقيقة والدولة أيضا قامت بدورها متمثلا في هيئة الاستعلامات وفي المجلس الأعلى للإعلام الذي طلب مجلس الأعلى للإعلام طلب أنه سنتي إلى الدولة أستاذ عبد الرحمن لكن أنت تعلم كما يقول الأطباء الوقاية خير من العلاج ربما أنت تعلم أيضا نحن ذاهبون إلى انتخابات رئاسية في الفترة المقبلة ربما تكثر الإشاعات أو الأنباء غير موثوقة المصدر كيف لنا للإعلام الخاص لإعلام الدولة للدولة حتى بمؤسساتها الأخرى أن تقف عائقا أمام إشاعة هكذا أخبار كذبة وإشاعة قد أجيبك إجابة قد لا تعجب الكثيرين أنا واحد من الذين ينتمون إلى العقل الجمعي الإعلامي لابد أن يكون هناك عقل جمعي إعلامي في مصر يعني إحنا ما عندناش وزارة إعلام ولكن لدينا المجلس الأعلى لإعلام مهمة المجلس الأعلى لإعلام هو ضبط إقاع ونغم العملية الإعلامية لابد أن يكون هناك سياسة إعلامية واضحة تسير علي لكن عفوا بمعنى ماذا العقل الجمعي للإعلام يعني سياسة إعلامية واضحة سياسة إعلامية فيها خطوط عريضة تلتزم بها جميع القنوات خاصة أو قنوات عامة ولكن لا نترك المسألة لكل للاجتهادات قد يجتهد فلان فيصيب وقد يجتهد فلان فيخطئ لكن تتحدث في سياسة ما يختلف عن ميثاق الشرف الإعلامي لا ميثاق الشرف الإعلامي في متعلق بالأداء خطوط سياسية وستراتيجية طبعا لابد نحن دولة أنت تتفق معي دولة ونظام يواجه تحديات إعلامية كما يواجه تحديات سياسية واقتصادية وبالتالي هذا التحدي الإعلامي لابد أن يواجه بلغة إعلامية وبسياسة إعلامية موحدة يتفق عليها الجميع سواء هذه السياسة وعلى فكرة هذا ليس جديد لكن ربما يقول البعض الآن وجهة النظر الأخرى أستاذ عبد الرحمن أنت تريد أن تجعل كل القنوات تسير في خط واحد وهذا ربما يدفع بعض مواطني هذه الدولة للذهاب للقنوات أخرى لمتابعة وجهة نظر أخرى عندما تكون هناك سياسة واضحة تعبر عن مصالح مصر وتدافع عن الأمن القومي المصري وتسير بموازاة السياسة الخارجية المصرية هل هناك من يعارضها في الشعب المصري سؤال يعني أنت تعبر عن واقع واقع في صدق واقع في صدق واقع في إنجازات واقع في تأييد شعبي واقع في سياسة واضحة وبالتالي أنا لا أعتقد ولكن الاختلاف في كيفية تقديم البرامج هل قناة تن تشبه قناة أخرى في مناقشة مثلا مسألة ما حدث من البي بي سي الاختلاف في التوجه البرامج ولكن هناك رؤية سياسية تعبر عن مصالح مصر وتدافع عن الأمن القومي المصري والتزم بها الجميع لأي مدى صدر شطر أن هذا قائم بفعل في مصر يعني إلى حد ما نحن ملتزمون به في داخل مصر ولكن لا يصل إلى الخارج ومن هنا تأتي الشائعات التي تصل إلينا من الخارج لابد من وجود صوت إعلامي لمصر يصل إلى الخارج حتى نتهم بأننا نحادث أنفسنا لابد من إعلام يشبه إعلام الخمسينيات والستينيات شوف أنت لما أكيد أنت سمعت لما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس عبد الناصر كان له إعلام يدعمه يدعمه تمام لابد من إعلام يدعم يدعم توجهاتنا السياسية وخاصة أن هذه التوجهات تحظى بدعم شعبي هل شائعة الاختفاء القصري دي حظيت بتأيد شعبي أو حظيت بتصديق شعبي وإنما الناس في المجمل استنكروها وبالتالي حتى كانت ردة فعل القنوات كلها كانت ردة فعل مشتركة ومتوحدة وبالتالي أنت عندما تتفق على إعلام يوجه إلى الخارج سواء كان إعلاما خاصا أو كان إعلام الدولة لدينا مؤسسات في الدولة مركز المعلومات في مجلس الوزراء والحية الاستعلامات كيف يمكن أن نتوسع مركز المعلومات حتى في تنظره مع وسائل الإعلام مهمة مركز المعلومات إمدادك بالمعلومة إمدادك بالمعلومة والمعلومة تكون هي الأساس اللي يكون عليها البرنامج أو يكون عليها الخبر دي مهمة الإمداد بالمعلومات إمداد وسائل الإعلام أم إمداد المواطنين إمداد وسائل الإعلام اللي تعكس بعد كده المواطنين يعني مركز المعلومات يمد وسائل الإعلام وسائل الإعلام متميزة لكن دعني أتكلم معاك عن مسألة الهيئة العامة الاستعلامات أنا الحقيقة أحتاج إلى دور جديد للهيئة العامة الاستعلامات دور يتمثل فيه أولا فعاليات أكثر مكاتب تنتشر أكثر المبادئة يجب أن يكون هناك مبادئة فيه يعني لو مثلا مسألة الاختفاء القصري عندما بدأت هذا الكلام عن الاختفاء القصري لو بادرت الهيئة العامة للاستعلامات بتوضيح المواقف باللغات الإنجليزية والفرنسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعتقد الهيئة موقع التواصل ووضحت الصورة للرأي العام العالمي أعتقد أن البيميسي كانت فكرت مرتين قبل أن تصدر هذا التقرير فهنا الهيئة العامة الاستعلامات دورها خطير للغاية ويجب أن تبدأ مرحلة جديدة في العمل المبادئة التوضيح الاستفادة من المعلومة القادمة لها من الدولة من مركز المعلومات سواء في رئيسة الوزراء أو رئيسة الجمهورية الحقيقة دور هيئة العامة الاستعلامات دور أنا بعثي بعليها ويحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى عمل أكثر من هذا وليس مجرد التهديد بإغلاق مكتب لإداعة أو لصحيفة الرأي يوجه برأي نعم ويجب أن يكون هناك مبادئة يجب أن يكون هناك مبادئة بمجرد بوصول المعلومة يجب أن تقوم الهيئة العامة الاستعلامات بدورها الأعلام الرسمة أيضاً أعلام الدولة لكن ربما في هذه القضية بالتحديد قضية زبيدة الكل كان رد فعل الكل كان رد فعل نعم الكل كان رد فعل والحقيقة رد فعل هيئة الاستعلامات ولطبيعة الموقف هناك فيلم وصائقي أو تقريب ظهر على إذاعة فكان رد الفعل أن حاولت بعض وسائل الإعلام يضاح الصورة بشكل آخر بس وضحتها المين ما هو ده مهم يعني حتى هو ظهر باللغة العربية لما أكيد مثلاً أكيد ظهر هناك باللغة الأخرى لكن هناك وجود نظر أستاذ رشاد البعض يقول مصر الآن لها علاقات قوية مع كثير أو كل دول العالم وحتى هناك صفقات تجارية وتبادل منافع وما إلى ذلك بكل دول أوروبا والاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا وما إلى ذلك هل يفيد هكذا تقرير تبثه بي بي سي في تغيير النمط الفكري للمواطن البريطاني عن مصر هل يضر المصر في شيء في النهاية نحن نتعامل كدول مصر تعامل بريطانيا تعامل فرنسا تعامل ألمانية وتتمتع بحلقات جيدة مع كل هذه الدول أليست هيئة الإدعاء البريطانية تابعة للدولة البريطانية تابعة يعني هي برضو تعبر عن سياسات هذه الدولة هي من الممكن أن تزعم بأنها مؤسسة حرة ومؤسسة يعني لا لا سلطانة لأحد عليها إلا مواثيق الشرف الإعلامية والعرف الإعلامي ولكن أنت أنت أحيانا تأتي بتقارير تأتي لك تقارير من منظمات حقوق الإنسان وتهاجم الدولة المصرية وبالتالي أعتقد أنه لا فصل بين الوسيلة الإعلامية والقرار السياسي لا فصل يعني مهما حدث أنه هناك تقارب اقتصادي هناك علاقات اقتصادية لكن لابد من إعلام قوي وقادر لشرح وجهة النظر على الأقل للأسف انتهى وقتي معك سريعا أنا سعيد بك وأرجو أن نكون وضحنا وجهة النظر دون خلل ودون ظلم لأحد قلت ووفيت شكرا شكرا جزيلا الإذاعي الكبير الأستاذ عبد الرحمن رشاد عدو الهيئة الوغطنية للإعلام ورئيس الإذاعة المصرية صادق شرفتني في هذا الجزء من هذه الحلقة شكرا جزيلا لك شكرا العمرة والذهاب إلى أداء مناسك العمرة بعد فاصلا قصير